عزيزي المشاهد المصري خليني اقول لك على حاجة ببساطة كده يعني انا مش عايز دايقك ولا عايز اناكد عليك بس انا بقول لك حاجات هتحصل كمان شوية مش عبقرية ولا بلورة ودخان وجول اوانط الدجل ده انما ده واقع يعني انت بتقرأ الاحداث وتقول هيحصل كذا وبعدين توفيق ربنا في الاول الاخر انا عايز اقول لك اللي جاي ده مهم قوي عشان انت دلوقتي الناس اللي بتفول بنزين وتقعد طلطن او الناس اللي بتتكلم على الغلاء اللي شغال دلوقتي اربط الحزام هنصعد دلوقتي في حتة تانية اولا عايز اقول لك مبروك افرحوا اخيرا وبعد تأجيل لاكتر من مرة صندوق النقد الدولي قرر يصير في الشريحة التالتة لمصر بتمنمية وعشرين مليون دولار السندوق وافق خلاص كده احنا خدنا الشريحة التالتة اللي هي تمنمية وعشرين مليون دولار ركز معايا اولا انت اللي انت اللي هتوصل لللي انا عايز اقوله انت اللي هتوصله مش مش عبقرية ها افهم انت كده خدت الشريحة التالتة معناها انك انت نفست شروط الشريحة التالتة رفعت اسعار الوقود على المواطنين وده اللي جاء في الخبر ده اهو اهو بعدها رفع اسعار الوقود والخبز صندوق النقد يسمح لمصر بسحب تمنمية وعشرين مليون دولار ويدعو الى بيع الشركات العامة طبعا الصندوق ما وافقش على الشريحة دي غير لما طلباته تنفزت رفع اسعار بنزين وكل الوقود يعني وزيادة سعر الخبز المدعم حلو الحكومة بتعتبر موافقة الصندوق شهادة نجاح لبرنامجها الاقتصادي وده اللي قاله حبيب حماتو مصطفى مدبولي رئيس الوزراء موافقة صندوق النقدة على المراجعة التالتة شهادة ثقة في البتاع ده حلو جد كلام جميل السراحة عمدبولي هي شهادة ثقة فعلا لكنها شهادة ثقة في انه كنتوا غرقتوا البلد في ديون لا حصرة لها والصندوق عمال يملأ عليكم الشروط ولازم تنفزوها لكن الصندوق وافع المراجعة التالتة رغم انكم يعني زي الطالب البليد اللي دايما عنده شطأ اخطاء كده وده اللي قال عليه مديري الصندوق انهم وافقوا ان وزارة المالية تسحب مليارات من البنك المركزي على المكشوف لا صندوق النقد تغاضينا عن تجاوز آآ البنك المركزي في اللي بيسحب على المكشوف ماشي يا عم يعني نجحته بيسموها ايه في السنوات العامة بتاع يعني لا مش على الحركرك في حاجة تانية اسمها يعني ايه مقبول مش جاي لحد خلاص طيب لكن السؤال هو الامتحان كان في ايه كان ايه المطلوب في يعني عشان تصرفوا التونمية وعشرين مليون دولار خلان شوف كده في الجراف ده اخطر شروط الصندوق اللي مصر نفذتها واللي ما نفذتها بس خلان شوف اهم توصيات صندوق النقد الانتقال المستدام نحو نظام سعر الصرف مرن ونظام صرف اجنبي متحرر تحليل اسعار الطاقة بشكل كلي بحلول خمسة وعشرين الفين خمسة وعشرين سرعة تخارج الدولة من الشركات الحكومية وبس للمزيد من الجهود كل ده حصل تجنب الممارسات التنافسية غير العادلة من الشركات المملوكة للدولة وتبسيط اللوائح ده ما حصلش قوي الحكمة في ادارة تدفقات رأس المال الاجنبي للضغوط لحد من الضغوط كلام كبير وتحسنه كلام مهم كده صح يعني يا معلم مش هتلاقي في مصر ده عمل اي سلعة او خدمة والجنيه هتخسب بيه الارض قدام الدولار والعملات التانية وكل يوم هتصحى على خبر بيع حتى من مصر لغاية ما هتبقى انت نفسك سكن بالاجر عند حد عند دولة تانية كمان السندوق رجع واكد على الحكومة ضرورة تحريل سعر الصرف انا بقولك اهو قبل ما مشي لازم تحرر سعر الصرف يعني مفيش حاجة اسمع البنك يسيطر على سعر الجنيه الخبر اهو صندوق النقدي يجب على مصر تحريل سعر صرف الجنيه امام الدولار من كافة القيود يعني اتحرر سعر الصرف بالكامل وغزب عنك الجنيه وصل لسبعين لخمسين لمية شت سعبين سيبه وغزب عنك سمعني يا سيسي غزب عنك تقعد بقى تلم مش هتغال حواليك كده وتقعد تعمل فيها مجلس وتقول لهم لا احنا ما نسمحش لو دولار ده كلام ده تقوله في العيلة بقى يوم عيد ميلاد بنتوختك تقول لهم الكلام ده اهو فبالتالي انا بس عايزة اتمنى كنت اتكلمت على سعر الصرف وكان مهم جدا وكتير من الناس في مصر يتكلموا في النقطة يقول لك يا جماعة سعر الصرف اول احنا مارنين فيها علشان بس يبقى الامر واضح لكن عندما يتعرض الموضوع لامن مصر القومي وان الشعب المصري يدع فيها لا 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 انا بكلم بجاعة هذا الموضوع انا بقوله على الهوى عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيحهم لا نحن نعودش بأكالنا لا 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 ما يقدرش حتى لو الكلام ده يتعرض مع اه اه حتى لو كلام ده يتعرض مع اه 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 اسمعوا كلنا فينها زياد الرئيس اه اه طبعا انت شفت كده ابو سفين ده بقى وبتكلم كده فقولت لا مش اه اه ما وفي ناس شايفة دكر لحد لوقتي البقين دول يا بابا تقولهم في الصالون بتاع خالتك بجد والله خالتك تجيب لك كده كيك اسفينجي برطقان معا كوب بيت الليمون وانت رايح تخطب بنت خالتك ده زمان الكلام ده ماش هت بيعمل كده دلوقتي هت بيعرف اهمل كيك هت دلوقتي ايه الكلام ده بقى تقوله في عزومة غدا لا اما ليه اما ليه والنبي اديني حتة هرمونات الزكور دي تاني في نقص في هرمونات الزكور يا جماعة ما انتو شايفين البلد عاملة ازاي شايفين الناس مش همدلدلة في الشارع اديني حتة هرمونات الزكورة كده فبالتالي انا بس عايزة اتمنى كنت اكلمت على سعر الصرف وكان مهم جدا وكتير من الناس في مصر يتكلموا في النقطة يقولك ايه يا جماعة سعر الصرف اولا احنا مارنين فيها علشان بس يبقى الامور واضحة لكن عندما يتعرض الموضوع لامن مصر القومي وان الشعب المصري داع فيها لا 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 انا بتكلم بجاه هذا الموضوع انا بقوله على الهواء عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن نضيحهم لا احنا نعودش بكالنا لا 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 ما نقدرش نزل المازيكة بقى نزل المازيكة بقى نزل المازيكة بقى حربية طب النهاردة يا ذكر السندوق يقول لها غزبة عنك هتحرر سعر صرف الدولار يا ذكر انت يا ذكر البط الحكومة النهاردة بتقول لك سوري السندوق يقول لك هتنزل سعر صرف الدولار وانت نفست اوامر السندوق ادي يا عمي فورا بلأت الحكومة مصدر الحكومة يتوقع عشرين في المئة زيادة في الكهرباء والدولار فوق الخمسين التزامة بمطالب السندوق المصدر المنصة ايه رأيك؟ لا 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 شفت كام لها؟ اكتر لقت قالت اشهر لقت قالت قالها عبدالحلمي حافظ ايه دمعة حزن لها؟ احن لقت قالت صباح لقا دي لا لا انما اجدب لقت قالت قالها السيد دلوقتي لا 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 شفت قال كام لقا؟ شفت قال كام لقا؟ عندما يتعلق لا 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 يا معلم خش خش يا معلم سهل الدولار ده انت هتنفذ مش بس كده ده لسه فيه زيادة جديدة خلال ايام فاسعار تذكر القطرات اللي هتوصل لنسبتها تقريباً 40% تقريباً اهو بص يا معلم مصدران زيادة اسعار تذكر القطرات من 20% لاربعين في اغسطس اهو استنى بس اصبر استنى استنى انت مواطن استنى انت راح فيه ده اصبر عارزك لسه ده لسه التقيل جاي وراه اه من النشروت سندون نقدر اللي قلتها لكم رفع الدعم جباس عن السلع لا ده كمان عن الخدمات الاساسية زي الصحة والتعليم والحكومة ما تأخرتش بدأت تدرس من دلوقتي الغاء التعليم المجاني اللي هو المجاني يعني على اكتر من طفلين في المدرسة ده مش كلامي ده العربي الجديد اكتر مفيش تعليم مجاني اصلاً اكتر من طفلين معك ثلاثة شريطية يعني السيسي بيقولك ليك عندي دعم التفلين بس في التعليم هو مفيش دعم في التعليم اصلاً الباقي بقى معلم شين نفسك طبع انت معرفتش شين نفسك ولما اخذق جاتلك ديئة نفس حسيت انك ضايخ الارض مش شيلك هب تقعيس تروح المستشفى مفيش العب بقى هات الخبر قانون جديد يهدد بالحد من فرص الحصول على الرعاية الصحية للملايين يعني لا كهرباء ولا بنزين ولا تعليم ولا صحة اهب اقولك انك انت خلصت كده المرحلة التالتة عمل الهومورك خد التونين وعشرين سنة سنة وانت ضايخ بقى وبتفرفر كده هب تجي داخل في الشريحة الرابعة اه ما ليه هو يسيبك يعني يا دوب انت ضايخ لسه بتفوق احنا في شهر سبعة يوليو صح النهاردة يوليو ايوه النهاردة ثلاثين يا دوب انت لسه بتفرفر وقالك انا فاولت بكام ولا قالك انا اشتريت اللبن بثلتمائة جنيه لاحظة واحدة انت وانت لسه كده بتفرفر اول ما هيجي شهر سبتمبر الجاي هتكون نفست الشروط الشريحة الرابعة يعني كل ده انت عملت شروط الشريحة الثالثة وقبطت ٢٨ مليون لسه بقى انت هتفرفر والدوخ ويدوب هتشم نفسك من اللي حصل في الشريحة الثالثة في بقى شريحة رابعة في سبتمبر هيجي لسندوق يقولك ها عملت شروط الشريحة الرابعة ايه بقى شروط الشريحة الرابعة الغاء الدعمة اكتر تحرير اكبر لسعر الصرف وده مشان اللي اقولته ده السيدة الفاضلة رئيسة بعثة صندوق النقد رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة تبدأ في سبتمبر وياجب زيارة اسعار الطاقة لتخريف الضغط عن موازنة يا خبرة بيض احنا كل ده كنا في الشريحة الثالثة شريحة الرابعة سواد جاي بقى اللي يضحك او يبكي في الموضوع ان عم بلولي طالع يقولك ان نهاية برنامج صندوق النقد مع مصر الفين ستة عشرين وعندنا امل ان احنا ما نعنش كده تاني ختم برنامج صندوق النقد نهاية العام ستة عشرين ونهدف لعدم الدخول في برنامج جديد طب انا باتحداك يا مدبولي يدينا ويديك طرط العمر ويدي للسادة المشاهدين اذا خرجت من الصندوق ستة عشرين اديك اللي انت عايزه هطلع هنا او في اي حتة اذا شقرب بنا ما نعرفش هيبقى فين هعتزلك رسمي اذا عرفت تخرج من برنامج صندوق النقد فالفين ستة عشرين لك علي واجب وحد يواجهني بالفيديو ده هطلع اقولك انت سيدي وعمي يا مدبولي انت بش تستغنى عن الصندوق ولا عن الاختراض لانه ببساطة انت حطيت ايدك في بوق الاسد ولو جدع اسحبها الخلاصة حضرات او رئيس الوزراء التقديرات تؤكد ان مصر خلال عشرة الى خمساشر ستكون من اكبر اقتصادات العالم هي اخبارها اي دلوقتي وهي عامل اي دلوقتي ومين هون عليها الوقت رئيس الوزراء تكلفة الدعم اصبحت خارج قدرة الدولة وراف الاسعار ضرورة ضرورة سنة مؤكدة اسمعني يا بيه اسمعني يعني انا عايز اقولك دلوقتي اللي انت وصلت له اللي احنا فيه ده بعد تنفيذ شروط الشريحة الثالثة كل السواد ده الكحل ده ده كان شروط تنفيذ المرحلة الشريحة الثالثة اللي جاي بقى في سبتمبر هتنفذ بقى الشروط الشريحة الرابعة اللي هي ايه بقى اللي هي تحرير اكتر لسعر الدولار رفع اكتر لسعر الوقود رفع اكتر لسعر الكهربا فاللي انت بتشتريه النهاردة بجنيه بجنيه قابل بقى في سبتمبر هيبقى بكام في كل شيء حتى في فاتورة الكهربا في الماء فهي حاجة انت شايف الاسعار النهاردة غالية مش عارف واحدة واحدة كانت طالعة تقول كيلو لبن ب300 جنيه لبن الاطفال وطلعت عيتي عيني وحالتها حالة كان معايا الفيديو هدور عليه تخيل الست دي نفسها انا بقولها يا مدام يا مدام في سبتمبر هتلاقي سواد قادم قادم شوف كده قابل يا قابل يا استاذ بيو بعد اذنك قابل وقعت فوق عشان الناس مش فاضية مفيش مكن تحت قابل وقعت فوق شوف دي كده هي دي اهو يعني لا استنى كده كمان ادورلك على دي عشان كيلو اللبن بتاع الاطفال اللي اللي ب300 جنيه دلوقتي تقريبا كانت فيه ستة عمالة تتكلم فيه على كده تقريبا يعني النهاردة ده في سبتمبر هتلاقيه ب400 و ب500 و ب600 كان فيديو كده السيدة فاضلة بتقول يعني معقولة ابني بياخد ثلاث رضاعات تبقى اجيب منين انا والبامبرز مش عارف بكام لا يا مدام ده الاسعار دي دلوقتي في سبتمبر اسعار تانية خالص صدقوني واصلها مش لسحة ولا شعوازها الخلاصة يا حضرات ان السيسي سلمكم لصندوق النائدة تسليم اهلي واللي بيؤمر بيه الصندوق لازم يتنفس وانت مواطن ما تجيش تشتيكي بعد كده مرتفع الاسعار في غلاء مواصلات ارتفاع ثواتير انت مش جيب تتذكر؟ اشتركوا في القناة